اشتركوا في القناة وثلاثة وعشرين وبالشراكة مع شركة ايتي اف اكس الشركة الرائدة لتداول الاوراق المالية ويمكنكم الاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط المرفق في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس وشاهدنا اخواني العزاء صدور البيانات الهامة المرتقبة على الدولار الامريكي والذي اظهرت تراجع قوة سوق العمل وقد شاهدنا ارتفاع طلبات الاعانة الامريكية والذي قد تظهر نوع من التحفيز لانهاء سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي ولكن انتظرنا وترقبنا خطاب السيد جيروم باول الذي اتى بشكل متحفظ وقد صرح سيد جيروم باول ان الاسواق لا تزال او الوضاع الاقتصادية لا تزال غير مطمئنة وانه لا يرغب ان يدخل في فخ الخداع مرة اخرى ولن يتطمن الفيدرالي الا اذا نجح التضخم بالوصول الى الهدف المنشود وهو مستوى الاثنين في المئة وان الوقت لا يزال ليحتاج المزيد من البيانات لتؤكد ان التضخم لا يزال يتراجع بشكل حقيقي وعلى اثر هذه التصريحات شاهدنا مؤشر الدولار الامريكي يصعد وخطاب السيد جيروم باول قد منح مؤشر الدولار الامريكي بعض من الصعود ولكن اخواني العزاء لن نصادق على عودة ايجابية مؤشر الدولار الامريكي مجددا الا بعودة الاسعار اعلى مستوى ال 106.500 والثبات اعلىها ما لم سوف يظل مؤشر الدولار الامريكي مهدد بسقوط في اي لحظة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار يتراجع محاولا الخروج عن القناة الفرعية الصاعدة واذا استقرت الاسعار ادنى مستوى ال 1.07000 قد نشاهد تراجع الاسعار صوب مستوى ال 1.05500 على المدى القصير ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الا بعودة المراكز الشرائية مجددا اعلى مستوى ال 1.07000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد زوج الباوند دولار يتراجع على اثر انتعاشة مؤشر الدولار الامريكي مقتربا من الدعم الهام الماثل المستوى ال 1.22000 والذي اذا نجحت الاسعار بكسره سوف يخرج الزوج عن المسار الفرعي الصاعد ويعود مجددا للهبوط صوب مستوى ال 1.21000 و1.20000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند الملقب بالمجنون ونشاهد اخواني العزاء زوج الباوند يلامس مستوى ال 1.85000 واذا نجحت الاسعار بكسره سوف يستمر الزوج في الدخول تحت الضغط ويزور مستويات ال 1.82.500 خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد الاسعار تقترب من منطقة الدعم الهام الماثل عن مستوى ال 1.63.500 والذي اذا نجحت الاسعار بكسره سوف يدخل الزوج في ظل تداولات سلبية قد تعيد اختبار مستوى ال 1.62.000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني ونشاهد الزوج وحقق المكاسب واذا استمرت الاسعار بالتداولة على مستوى ال 150 ين مقابل الدولار الامريكي الواحد قد نشاهد استعادة المراكز الشرائية والصعود سوف مستوى ال 152.500 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرا تركيا ونشاهد الاسعار لا تزال تتداول في ظل السيناريو الايجابي والتراجع الحاصل هو عبارة عن تصحيحات لا اقل ولا اكثر واذا نجحت الاسعار بالعودة على مستوى 28 ليرا ونصف قد نشاهد توحش قادم للدولار الامريكي قد يستهدف مستوى 28.70 ولا تزال النظرة قائمة لمستوى 29 ليرا مقابل الدولار الامريكي الواحد اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي وقد حقق البيتكوين مستوى 38.000 دولار ولكن حتى اللحظة اخواني العزاء بالحفاظ على التداولات اعلى 33.000 دولار لا تزال امال البيتكوين قائمة لاستئناف الصعود صوب مستوى ال 40.000 دولار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الريبل ويتعرض الريبل لبعض من الضغوط ولكن هذه التراجعات لا تزال تصنف كتصحيحات طوالما أن الأسعار مستقرة أعلى 60 سنت ولن نلغي هذه النظرة التفاؤلية بالنسبة للريبل إلا بكسر 60 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الأمن الثاب ونشاهد الذهب يتماسك بالقرب من الدعم الهام جدا وهم مستوى 1945 دولار مقابل الأنصة الواحدة والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف نشاهد دخول الذهب في ظل موجة بيعية تستهدف مستوى 1885 دولار مقابل الأنصة الواحدة وإذا نجحت أسعار الذهب بالتماسك وتخطي مستوى 1980 حين سوف نشاهد الذهب يتعافى وقد يلامس مستوى 2025 دولار خلال التداولات القادمة بإذن الله وسوف نتابع معكم أولا بأول من خلال خدمة البرودكاست ومن خلال قناتنا المجانية على الواتساب والذي يمكنكم الانضمام إليها من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي التعليقات ونذكر أخواني العزاء أنه لدينا ويبنار بالشراكة مع شركة ATFX وهو هام جدا للبدء بتداولات خالية من المخاطر فيمكنكم الحضور في هذا الويبنار من خلال الرابط المرفقة في صندوق التعليقات أسفل الفيديو الذي سوف يكون يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من نوفمبر من العام 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ولا يزال النفط الخام يتجرع السلبية وبثبات الأسعار أدنى 77 دولار قد تستمر موجة الخسائر للخام سوى بمستوى 74 دولار و70 دولار خلال التداولات القادمة ولن يتوقف نزيف الخام إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 77 دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد أن الفضة تتعرض للضغوط البيعية واستمرارية تداولات أدنى 23 دولار ونصف لا تزال تضع الفضة تحت تهديدات السقوط صوب الواحد وعشرون دولار ونصف وواحد وعشرون دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي للجلسة الثانية على التوالي لا يزال تمحور حول الدعم الهام الماثل عن مستوى الثلاثة وإذا نجحت الأسعار بكسره سوف يدخل الغاز الطبيعي في ظل موجة بيعية تعيد اختبار مستويات الاثنين ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ومع انتفاضة مؤشر الدولار الأمريكية تراجع الداو جونز وإذا نجحت الأسعار بتأكيد الكسر لمستوى الأربعة وثلاثون ألف على الفريم الزمني الساعة قد تخلق فرصة بيعية لمؤشر الداو جونز تستهدف مستوى الثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ولن يلغى هذا السيناريو إلا بعودة الأسعار أعلى الأربعة وثلاثون ألف وشفشل تأكيد شروط الكسر إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل معاشر ستاندردان بورزة الاسبي فايف هندرد ونشاهد أن الاسبي فايف هندرد يفشل بتخطي مستوى الأربعة آلاف واربعمائة واستمراري التداولات دونها وأدنى متوسط المتحرك قد يدخل الاسبي فايف هندرد في ظل موجة تصحية هابطة تستهدف الأربعة آلاف مائتين وثمانون وأربعة آلاف ومائتين إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل معاشر الداكس الألماني ونشاهد مؤشر الداكس يفشل بالتحرر من الضغوط البيعية ومثل ما تحدثنا في التحليلات السابقة لن نؤكد إيجابية الداكس إلا باختراق مستوى الخمستاش ألف وأربعمائة وثبات الأسعار علىها لا يزال أدناها عفوا لا يزال يضع الداكس تحت تهديدات السقوط ويعادة اختبار مستوى الخمستاش ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك يحاول التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجحت الأسعار بتخطي مستوى 7120 حينها قد نشاهد تكوين تريند فرعي صاعد أما فشل التخطي لمستوى 7120 قد يعيد مؤشر الكاك الفرنسي للسقوط مجددا صوب مستوى 6800 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك يتراجع ويفشل بتخطي مستوى 15500 وتداول أدنى 15500 ودون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد يغرق مؤشر النازدك الأمريكي في ظل تداولات سلبية تستهدف مستوى 14600 على short term إذن أخواني العزائيلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله